أهلا بكم إلى نشرة الأخبار على سلك معيشي وآخر نفطي علق الطيار جفاءه للحكومة وانضم وزرائه إلى جلسة بعبدة بعد غداء الرابي المغدى بدور فاعل لرئيس طيار المرداء النائب سليمان فرنجي دخول الجلسة كان من المعبر المعيشي ومن شعور الجنرال ميشيل عون مع الطبقة العاملة التي تنتظر زيادة الرواتب في موسم العيد قبل سفرة الرابي كان وزير الطاقة جبران باسيل يقلب في أوراق النفط والغاز مع مسؤولي شركات أجنبية ويقول إننا بدأنا الاقتراب من المراحل الجادة لدخول لبنان الدول النفطية معلنا عن تلقين عروضا في موضوع المصافي اللعاب الذي سال على النفط والغاز لم يلغي مطالب التيار في إقرار سلسلة مطالب يتقدمها تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من اللون البرتقالي لكن التيارة تبع معادلة شارك وطالب وعلى تفاصيل الأربعاء الساخن حضرت شياطين جافري فلتمان السفير التخريبي العامل على خطوط الضفة عمان بيروت جال اليوم على ما تيسر من قيادات ومراجع لبنانية عليا على أن يستكمل جولته بلقاء رئيس الجمهورية هو برر لقاءه صفوة القوم بأنه يحمل رسالة من رئيساته هيلاري كلينتون لكن هذه الرسالة يفترض أن يتسلمها في العرف الديبلوماسي وزير الخارجية فلماذا يعطيها المسؤولون اللبنانيون ما لم تمنحه الإدارة الأمريكية أي زائر؟ عاملوه بالمثل لا سيما أنه سفير عابر للممر الآمن وهذا ما في جعبة فلتمان لقوى الرابع عشر من أدار فمشروعه في لبنان تعبيد طريق الشمال نحو ممر إنساني إلى سوريا بعدما يأس الأمريكيون من أقوال تركيا التي لا تقرنها بالأفعال وإعلانها أخيرا أنها لن تسمح بشن عمل عسكري من أراضيها ومن هنا تبرير زيارة فلتمان الأردن قبل بيروت وإقناع عمان بأن تكون الوطن البديل للعدوان العسكري وأين موطئ هذا الرجل ابحثوا عن التخريب فهو سبق أن زار الضفة الغربية ضمن جولته الحالية في المنطقة والتقى الرئيس محمود عباس ألا بسبب اللوع والاشتياق وإنما لتعطيل اتفاقية المصالحة بين عباس وحماس وتقول معلومات الجديد نقلا عن رئيس المكتب السياسي لحماس إن اجتماع خالد مشعل بعباس في القاهرة طوا في ساعتين فقط خلاف السنين واتفق الطرفان كالسحر على كل الأمور موضع الخلاف وذلك بعد يأس من اتمام المصالحة التي كان يعرقلها الأمريكيون وربطا تؤكد معلومات الجديد أن الرئيس الفلسطيني كان قد هدد في اجتماع الربعية الدولية في نيويورك بحل السلطة الفلسطينية وتسليم أمر الضفة والقدس إلى سلطات الاحتلال وإذ بالقمة الفلسطينية الفلسطينية تعيده إلى رجده ويجري التوافق الذي شكل ضربة للغرب واليوم فإن مهمة فلتمن في الضفة هي العبث بأوراق الاتفاقية وتعطيل المصالحة لن نتوقع منه في لبنان العبورة ومكابدة مشقة قطع البحار فقط ليهنئنا بتمويل المحكمة بل إن لدى مساعد وزيرة الخارجية ما هو أبعد سيفتتحه بعشاء سري الليلة فمهمته توفير العبور إلى سوريا وبصمت تتبعه الخارجية الأمريكية بحيث لا يكشف عن أي مخطط قبل الخروج الأمريكي من العراق والإبقاء على ثلاثة آلاف جندي هناك لذلك فإن هيلاري كلينتون ترتدي قفازات ديبلوماسية وتتحدث إلى المعارضة السورية عن مرحلة ما بعد الأسد وتتجنب دعمها إسقاط النظام ودعم المعارضة ولكأن المعارضة المتشققة قادرة وحدها على إسقاط الأنظمة تناور كلينتون وتلعب في الوقت والكلام والمعارضة السورية معا بالطريقة عينها التي نورت بها مع قوى الثورة اللبنانية والكل يشتري الوقت الجامعة العربية لم ترد على الموافقة السورية المشروطة وسوريا لم تغير في مطالبها لكن جديدها كلام ملتبس للأسد إلى قناة ABC الأمريكية علقت عليه واشنطن قبل أي صدر وإذ أوضح الناطق باسم الخارجية معنى الكلام المحرف وتحدث عن مساءلة ومحاسبة لبعض التجاوزات في الجيش السوري فإن الإعلام لم يضبط لتاريخه أي محاسبة موسيقى